اشتركوا في القناة الدروس الابتدائية المستوى السادس هذه المرة مع نموذج آخر لامتحان التربية الإسلامية. إذن قبل أن نبدأ المرة تفعيل الجرس والضغط على زر الإعجاب ومشاركة القناة مع الأصدقاء والزمالة. إذن نبدأ على بركة الله مع قراءة الوضعية. رافقت صديقك رافقت صديقك إلى المسجد في شهر رمضان لأداء صلاة العشاء. قبل الصلاة تحدث الإمام عن مراتب الدين وخصص وخصوصا عدرا هناك بعض الأخطاء الإملائية وخصوصا عن التحلي بفضيلة الصبر حيث ركز على انفروم صيام وشروطه وبعدها صليتم العشاء جماعة فقر الإمام جزءا من صورة القلم في الركعة الأولى وجزءا في آخر في الركعة الثانية. انطلاقا من وضعية أعلى هو مما درسته خلال حصة مادة التربية الإسلامية. أجب عن الأسئلة الآتية اكتب من قوله تعالى فلا تطعي المقدبين إلى سنسمو على الخرطوم. هذا بنسبة لسؤال الأول. سؤال الثاني صل بخطين بخط بين الكلمة ومعناها حلاف مهين سنسمو على الخرطوم سنجعل له أعلمتنا لا أعرفه كثير الحال في ذليل كثير الحال في ذليل ثالثا صل بخط كل عبارة بالحكم الجويد المناسب إذن هناك مشاء إذا تتلى المدى المتصل والإيمالة رابعا ضع خطا تحت الشخص المقصود بقوله تعالى سنسموه على الخرطوم أبو لهب وليد بنو المغيرة انطلاقا مما جاء في حديث الإمام أجب عن الأسئلات الآتية خامسا اذكر مراتب الدين سادسا عرف الصيام سابعا ذكر الإمام في حديثه صفة من أعظم صفات التي تميز بها الرسول صلى الله عليه وسلم والتي قابل بها أدى كفار قريش ما هي الوضعية الثانية حدثك أبوك على مائدة الإفطار عن مشاهدة احتراق متجر بالسوق كان صاحبه لا يرحم المساكين ولا يؤدي الزكاة وتذكرت قصة مشابهة مذكورة في القرآن الكريم ما هي القصة التي تذكرتها عند سماعك لما رواه أبوك السؤال التاسع ما هي الآية الكريمة التي تتحدث عنهم عاشرا أو السؤال الأخير ما هي النصيحة التي تنصح بها صاحب المتجر إذن هذا الامتحان دائما ما يكون على شكل وضعيات مذيلة بأسئلة لا بد من الرجوع إلى الوضعيات وفهمها بشكل صحيح حتى يتتمكنوا من إجابة على الأسئلة فإذا فهمتم الوضعية جيداً وقرأتمها بشكل متماعي فيمكنكم الإجابة على الأسئلة بسهولة وانطلاقاً من الدروس التي تلقيتمها في القسم إذن سأنتقل بكم إلى تصحيح الأسئلة والله الموفق إذن مرحباً بكم من جديد سننتقل الآن إلى تصحيح مادة التربية الإسلامية والإجابة عن الأسئلة إذن بالنسبة للسؤال الأول أكتب من قوله تعالى إذن يقول الله تعالى فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتدنثي من عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم هذا بالنسبة للسؤال الأول والذي يتعلق بالقرآن الكريم وآيات من صورة القلم كما درستم من قبل إذن ثانياً صل بخط بين الكلمة ومعناها حلاف مهين يعني كثير الحلف دليل مهين يعني أتت من المهانة والذل والصغار سنسمه على الخرطوم سنجعل له علامة على أنفه سنجعل له علامة على أنفه ليكون معروفاً ثالثاً صل بخط كل عبارة بالحكم الججويدي المناسب إذن المد المتصل مشاء مشاء إذن جاء قبل الهمز فهو مد متصل بعده الهمزة إذا تتلى إذا تتلى إذا تتلى الإيمالة يعني نميله بحركة الحرف نحو الكسر تتلى رابعاً ضع خطاً تحت الشخص المقصود بقوله تعالى سنسمه على الخرطوم إذن الشخص المقصود هو وليد ابن المغيرة حامساً أذكر مراتب الدين بالنسبة لمراتب الدين فهناك الإسلام يليه الإيمان وأعلى مراتب الدين هو الإحسان أي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم يكن فإن لم تكن تراه فإنه يراك عندما يبلغ هذه المرتبة فقد بلغ مرتبة الإحسان وهو أعلى مرتبة من مراتب الدين أعرف الصيام وذكر شروطه الصوم شرعاً هو الإمساك عن شهواته البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله تعالى بالنسبة لبعض الشروط هناك العقل، الإسلام، البلوغ، الإقامة، الطهر، وغير ذلك من الشروط سابعاً ذكر الإمام ذكر الإمام في حديثه صفة من أعظم صفات التي تميز بالرسول صلى الله عليه وسلم التي قبل بها أدا كفار قريش ما هي إذن هذه الصفة هي صفة الصبر القصة التي تذكرت عند سماعك لما رواها أبوك هي قصة أصحاب الجنة إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة هذه الآية الكريمة التي تحدثت عنهم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة بالنسبة للنصيحة التي يمكن أن نقدمها لصاحب المنجر أنصحوا بأن يدي الزكاة ويرى حق المسكين وأبين له حق المسكين أن حق المسكين واجب في مال الأغنياء إذن هذا كل ما لدينا فيما يخص التربية الإسلامية أتمنى لكم التوفيق والسدد وإلى فيديو مقبل إن شاء الله وتعالى